السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله رح نبدأ الدرس الأول في الباوربوينت الدرس الأول رح نتكلم فيه عن إضافة شريحة وإزالة شريحة وتحريك شريحة من مكانها بسم الله نبدأ نفتح برنامج الباوربوينت عادة نفتح البرنامج الحين عندنا البيئة بيئة العامل حق البرنامج فيها هنا الأدوات شريطة الأدوات فيها جميع الأدوات رح أستخدمها في الإدتينج على السلايت نبدأ طريقة شرحة تكون كالآتي رح أبدأ أشرح بطريقة سريعة في الأول وبعد كده رح أتطرق في الشرح إن شاء الله الإضافة نيو سلايت الحد زر الديليت أو دليت سلايت الترتيب حقه الترتيب السلايت تكون عن طريق السحب الإفلات مثلا أسحبت ثلاثة محطيطة هنا يعني أسحب من مكانها أضغط عليها وأسحبها إلى الآلة أو إلى الأسفل فأتحكم في مكان الشريحة أبغى الشريحة يقوم في ثلاثة وبالسحب يعني ما في أي شيء الحين نبدأ بطريقة بتفصيلية في الشرح أول شيء عندنا هذا الباربوينت في مجموعة من الأدوات رح أستخدمها في الإدتينج على السلايد الاندي السلايد هذي سلايد جاهزة قال لك هنا click to add title أضغط هنا لشيء تكتب العنوان مثلا topic أضبت عنوان بغيت أكتب كلام آخر كتب ما بغيت سحت مكان الش title أبغى بوق أسحب أسحبها أوقف على البوردر الحدي ما يصير علامة زائد وأضغط click وأسحب وأحط في المكان اللي أبغى أبغى أسقر الحجم حق البوكس اللي عندي هذا أسقر على حسب المحتوى اللي عندي أتكبرته أبغى أضير كلام ثاني أوقف عليه لحد ما يجي السهم المؤشر حق الكتابة وأنزل تحت وكتب الكلام اللي بغيت خلاص منا طلعت منا add to click to add subtitle أنوان جانبي نفس الشي كتبنا أشياء أو ما كتبنا المهم تحكم في المحتوى ما يصن ما يبغى لأي شي بمجرد أني بغض على الكلام كتبت الأشياء اللي أبغاها كذا أنا أتممت العملية حق تتابعة السلايد حق هنا عندنا الأدوات الأدوات رح أستخدمها كثيرة رح نتطرق لها إن شاء الله في محاضرة ثانية أو في درس آخر إن شاء الله الحين نكمل ونرجع نبدأ الشرح حق الأدوات والدليت والموف للسلايد أوكي كيف نسوي أدوات نجينا هنا لقائمة السلايد الليمين ضغطنا المؤشر سارة السلايد ضغطنا الرايت كليك من الرايت كليك اخترنا نيو سلايد أو عن طريقة أخرى مشيت هنا من الهوم اخترت على الهوم الصفحة الرئيسية ومن أضغط على نيو سلايد في لو لاحظت في زرين مكان واحد هذا يعطيك خيار متوسع أو أكبر وهنا الخيار السهل على طول رح يسوي لي شريحة جديدة أبغى ميز الشرايح عشان عشان أعرف أتحكم فيهم كويس اثنين هنا مثلا بحط ثلاثة وأبغى نسوي شريحة جديدة مثلا نسويها واحد كذا صار عندي كم شريحة واحدة اثنين ثلاثة واربا اربع شرائح صار عندي اربع شرائح صار عندي وصغر حجم الأرض حق الصفحة الهنا عشان نقدر تحكم مزين نرجع الشرائح عندي هنا الشريحة رقم واحد حطي هنا آخر شي أبغى تحكم فيها بضغط عليها وأسحب ها بيظهر عندي خط وين الخط يظهر هذا الخط لو تشوفونا متى ما نزل تحت النص رح يختفي الخط ليش لأن الخط هذا هو المكان رح تنزل فيه الشريحة جيت طلعت هنا تعديت النص حق الشريحة قبلها رح يظهر الخط أنه يعني الشريحة الساحب هذي رح تنزل في هذا المكان إذا نزل تحت النص رح تنزل الخط رح يكون تحت الشريحة يعني هذا الخط ظهر تحت الشريحة هذا هو يعني أن الشريحة تنزل في المكان هذا هنا شريحة رقم واحد بحط أول واحدة بعد التوب طبعا وبنزل صار واحد فوق اثنين وثلاثة رجع الترتيب الأصلي إلى الشرائح أبغى أهدف الشريحة من دخي علي الحد الخير الأول أوقف على الشريحة وأضغط رايت كليك زر الفار الأيمن ومن أختار دليل سلايد رح يهدف لي الشريحة طبعا لو سويت أي شيء أرجع كنترول زد رح يرجعني خطوة واحدة رجعت الآن ثلاثة مرة ثانية كنترول واي رح يمسح لي الخطوة اللي رجعتها أو راح يتقدم لي خطوة فيعني سويت غلط ولا شيء سويت شيء أبغى أدل أرجع أضغط كنترول زد ما أبغى الرجوع هذا أضغط كنترول واي أوكي أبغى الطريقة الثانية الحذف اللي هنا اخترت الشريح اللي ما أبغاها اللي فيه ثلاثة وتغط عليها من الزر على الكيبورد تغط خلاص المسحد كده نكون خلاص إن شاء الله الدرس الأول